السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معنا اليوم في فيديو جديد وتجربة جديدة اليوم ان شاء الله سوف نقوم بمسك الوجه نظرا طبعا انا نعرف الوجه يتأثر بشكل كبير و ينسوك يبقى فينا شوية الأعطار ديال الصيف لان الجلدة او البصرة لا تتخلص بسهولة من ذلك الاضرار ضروري شوية ديالي انايا اليوم سوف نقوم بمسك ما اخطيته من القناة لم تشي حاجة هذا تجربة خاصة يعني كنتم اعتمد عليه سنوات وسنوات غير هاد الفترة الاخيرة تقريبا واحد العام ولا عامين فغير ما قلنا اهمال اهمال ما استعملتوش ولكن اكد لكم ان هو هاد المسك اللي هو ناجح وزوين بزاف وعنده واحد لفزوين على الوجه فهو يبيض يرطب مع الوقت يساعد انك تخلص الخطوط اللي كان في الوجه فيه مجموع من مواد اللي هي غنية بالفيتامينات والمعادن مع الوقت كيتلقي ان ذاك الحب الشباب كينقص بشوية بشوية غير هو ضروري ومؤكد كما نقول في جميع الفيديوهات انا خستكون عندك الاستمرارية اما كان شي حاجة كتعطي اللفة ديالها مباشرة يعني سوى لكن شي عملية ما كانت شي حقن ديل شي مادة ولا شي حاجة اللي اما بزمي بالمسكات رادار ورم السيمرارية بشكتكو حنتيجة اول مكون غانب دو به شوفان شديد سكن وعندي غير رقائق شوفان العادية وطحنتهم وغربلتهم واختيت منهم تقريبا واحد جوج معالق كبار رغم ما نقول لكم شعلا فوائد شوفان وزوين بزاف طبعا بانسوق الناس اللي ما عندهم حساسية لهذا المكونات وانسوق الوصفة غير استعمال واحد فيهم كافي مكونات وتبعتيه طبعا مع تخلطي مع مورد مع اي مادة سائلة لوجه كرا تأكد انه يعطيك نتيجة زوينة ثاني حاجة مكونات اساسي ومهم وخاطير وهو دقيقة ديال الشعر دقيقة ديال الشعر دقيقة ديال الشعر اخذت من واحد الكمية دي الجوج معالقات كبار وهنايا اخذت دقيقة ديال الروس زائد العدس دقيقة ديالهم خلطتهم بجوجة وحد الكيمياء محترمة بالنسبة لدقيقة الشعر من الناس الزمان يستعملون نظرا ثوائد والترطيب والتبع مستعمل ومستعمل ومستعمل ويخلطهم ويخلطهم ويشللوا وجههم ويجبون 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 نضيف دقيقة الروس دقيقة حماس مستعمل حماس حماس ويجبون سلع فالتوالي نخلط المكونات كمين وستعمل المعلكة صغيرة ونصنع ميزة ونصنع نضيف المكونات ثلاثة المعليقة نضيف المكونات خليب بودرة نضيف المكونات كيمياء نضيف الغسول الغسول الأبيض أو الأخضر يجب أن تضيف الغسول يمكن أن تضيف الغسول الغسول الأبيض أو الأخضر يوجد مليل الحوانات يجب أن تضيف الغسول يجب أن تضيف الغسول والهما ويجب أن يكون هناك ويجب أن يكون الملغة يجب أن تضيف الغسول 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 يمكنك ايضا بالنسبة لهذا الخليط يتطفي وحد المكون وهو خاطير وهو قوية وزوين ولكن هناك مشكل وهو الرائحة الحلبة خاطرة 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 يمكنك تخلطها مع موارد او حليب او عسر الخيار خاطر 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 بزافتها هو البشرة وبنسبة للشعر ما اقول لكم شلفة دياله وبالتجريبة تخلط البودرة هي او الحلبة مطحونة واحد معلقة كبيرة مع واحد ودخل الدوشي ينسوع مع الاستمرار ماشاء الله تفاف الشعر والطول وتبارك الله كترجع له الحيوية حياتك الشعر الزغبة كتشوفيها كتحسي بها حية ماشي بحنا مهرسة ومسكينة ميه تحال تحالة كتنين من المشكلة وميه تحالة من المشكلة انا من المشكلة وخصوص نفضل كتنين من المشكلة مجددا تتحرك بحق الشعر تنفضل تطعطي رائحة الحلبة لم تكن شعنة مشكلة مثلا مجددا المكونات بشعرك أو البشرة في هذا الطريق هذا هو المكونات الذي سنطبق المسكا لهم هذا المكونات من انطحنت سواء العدس أو الروز مهم ذلك البقايا ممكن تشوفوا معي حتى هنا نخالة المكونات تروني لدي الشعر لم أكن أعلم كيف يكون المكونات متعبسة كم المكونات مجرد وحاجة تفتح وخلطوا الروز يضعونه ونضيفه على البقايا وكذلك يصيبه على البقايا ونضيفه على البقايا المكونات نحن نبقى هنا في الدينة وزوين يا راه ماشي وحد عند وحد القوام لي هو ماشي قعصاح ولا خايب ولا بالعكس زوين كديريه ليدك توجهك بالنسبة لهاد المسك اللي خلطنا ده ما راه تالي الدين ممكن تديريه لهم تالي الدين راه ينفع اي اي منطقة في البشرة دي نرى ما زمع لا الى فيك ماتش خلط الدنيا فهو مفيد سوف نقومي بيه دي بحال هكا واحد خمسة دقائق دي القوماج بينسوق دائما كنأكد عليكم انكم تركزوا على المناطق اللي كيكون صمرة في الهدين ولي كتكون شوية حرشة سوف نكمل القوماج دي ونطلقه من بعد نحن ندرنا القوماج ده كتلاحطو كي اعطي واحد واحد كيتنورو كيتنورو بكل بساطة ليدين كيبولي ونطلقه ده غي قوماج ده مشي شوية وغندوزا بباش ندير المسك بالمسك انا اخذ واحد شوية من الخالط شوية بالنسبة للسميت وغن نخلطه انا بمورد كمورد العادي وانتوا اخذوا شي حاجة مزينارة كيكونوا في فتاع عاونيات كيكونوا في المحشابات هاد المحشابات اللي هي عصرية سينولي عندها كتعرف تقدر تتعصر مثلا الماورد او انها تقطر عفون الماورد في الدر الافضل رجع لعناصر كما قلتكم لفاد المسك فيها عناصر جدا 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 مفيدة هتخافوش منه وان شاء الله غيرتعكم هاد النتيجة طبعا مع الاستمرار صافي نخلط المسك وغادي نديرو موهما لا يدي انا دابا موهما لا يدي انا دابا موهما نورما كديره اللي مجهدي هالك وحتى يديك كان عندك شي غربة مثلا اللي هو العيون ديالو شوية مضيقين كتر ممكن انا هم تغرب اللي بيه حسن باش يكون يعني فهمتي ما فيه تشي شي حاجة لي هي هكا حرشة ولا شي حاجة ارغم دلك اهكا كرام زيان انا غرب التغيب ديك ديك اللي في الحمر صفايا ديك عادي وصافي ما ما يكونش عندها شي تأثير خايب على اليد يعني مش يحرش ولا شي حاجة لي ممكن نجرح اليد وللوجه ما اللي بغتي انت يكون مني المزيان فا استعمليه لكن عندك شي غربال لي هو ورقيق بزاف ولا غندي المسك على يدي كاملة وغنخلي فيها حتى ينشف على خاطره ونغسله ومن بعد فصل يوضي الكريمه ديك او ديك اللي وجهك دائما ماسك هاتحولون اللي يجعلوه معي فالليل من الافضل فالليل ولفاكفه ولما تكونش غات خرجوه من طار يعني ما غات خرجوش للشمش افضل لانا قد تدير وجهك وديروا القوماج وديروا الماسك وكذا وتعودية تخرجي للشمشرة بحالي بحالي كتقولي الشمشة حرقيني حرقيني يخسر الي وجي نوغفالا هوا نطلت مهم دهنت هاد الماسك مزيان اليد ديه وغنخليه تقريبا واحد مهم لحد ما ينشف حد ما ينشف ونغسله ونشوف النتيجة مع بعض نوغفالا البنت هوا الماسك ديه اللي تديرها نشف هوا مرشوش كيباليكم هوا شو كتلا واحد بحالي جيد راه نشف تقريبا واحد تغيين شف ما تعطلش بزف اصلا لانا طبقه اللي درت فيدي طبقه رقيقة واحدة فاش خلطت داك اللامسك ما درتوش تقيل درتوش ويخفيف داك شي باش دغيا شو عشرة تغيقها كاك واحد بحالي كاك تقريبا راه نشف نوغفالا انا غنخلي ديه دابا ونشوف الغيزولتان او اياكم هيا الغيزولتان ويا المشاهدين ويا المشاهدات راه يمكن ما عارف الكاميرا ما عطاش الحق انا كنشوف يديم يعني في الواقع في الواقع راه متضرر راه متضرر انا راه عندي البشره حساسا كيباليا انا كيباليا وينو هات الفرق كبير يعني ما مبقدش كتقوليا كتقوليا الام ديلي كتقوليا لون كيباليا رماضي مبقاش داك اللون الرماضي كتحستيها ناعمة اهنتو مرا كتلاحظو هاد البلاسة نضيف الكريم نضيف الكريم نضيف الكريم الكريم نضيف الكريم منطلقه في فيديو قادم إلى اللقاء